السلام عليكم إخواني الأخوات متتبعي قناة أخبار الوظيفة مرحبا بكم اليوم إن شاء الله سنتحدث في هذا الفيديو عن طريقة تسجيل في مباراة التعليم موسم 2021-2022 واش ما ننساشه هنا في الأسفل أعطيكم تقوموا تحميل التزام المترشح بالنسبة لأستذاء أطر أكاديميات وتحميل التزام المترشح بالنسبة لأطر أكاديميات للدعم الإداري والتربوي والاجتماعي إذن حاولوا نقوموا بالدخول إلى هذا الالتزام إذن كما ترون فهذا هو الالتزام أنا الموقع أسفله السيد أو السيدة يعني كتكتبوا الاسم ثم رقم بطاقة الوطنية إضافة إلى الجهة كتكتبوا الجهة وهنا في الأسفل إمضاء المعني بالأمر يعني كتمضيه ثم المسادقة من طرف السلطات المختصة بمعنى كتمشون مقاطعة ضرورية ستقوع لهذا الالتزام واللي كتقرأوا هذه الملاحظة كتمشون مباشرة باش تنطلقوا في عمليات التزيل وقبل ما نبدأ في شرح طريقة التزيل ما تنسوش الدعم هنا باشتراك وتقوموا بتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد أثناء أعمال التزيل بغيتم تضح لكم واحد الملاحظة الناس اللي عيد تسجلوا مثلا في التعليم الابتدائي رغم ما عندكمش الحق مثلا تسجلوا في قطر الدعم الإداري أو التربوي أو الاجتماعي ونفس الأمر كذلك الناس اللي تسجلوا في السنوي مشواعد IND Shan Wolf يتسجلوا في الدعم الإداري أو التربوي أو الاجتماعي والناس اللي تسجلوا مثلا في قطر الدعم الإداري Heath Arab أو التربوي وإجتماعي كذلك ما عندهمش الحق التسجلو في سلك التعليم الإبتدائي اذا كنت تسجلوا على تخ الليل أدلان من المفتند من بعد كنا نتلقوه في عمليات التسجيل هنا عدر لكم طالب جديد واسم الاستخدام وكلمة المرور انتا مادم عدتسجل يعني اول مرة عدتقوم بالضغط طالب جديد نضغطوه في طالب جديد وننتظر قليلا هنا عدر لكم توظيف الاساتدة اطر الاكاديميات وتوظيف اطر الاكاديميات للدعم الاداري والتربوي والاجتماعي يعني عدتختاروه انتم فين عدتسجلوه واشف الاساتدة اطر الاكاديميات او اطر الاكاديميات للدعم الاداري والتربوي والاجتماعي اذا احنا مثلا نختارو اساتدة اطر الاكاديميات عن قمو بالضغطونا ننتظر قليلا انتم معدر لكم هذه الصفحات قمو ادخال المعلومات الشخصية اولا الاسم والنسب باللغة العربية ثم الفرنسية اضافة الى هذا قمو ادخال تاريخ للزياد اذا قمو ادخال تاريخ للزياد السناء ثم الشعر ثم اليوم ثم قمو ادخال مكان للزياد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف وكذلك تقمو ادخال يعني تاريخ انتهاء البطاقة الوطنية من بعد كد اختارو النوع يعني واش ذكر او انتا نختارو مثلا ذكر ثم الحالة العائلية واش عازب او متزوج اضافة الى عنوان السكن ثم الاقليم يعني الاقليم ليسكن فيه واش مثلا اقليم او سارد او اقليم الزلال او ابن ملال ثم البريد الالكتروني والنسبة البريد الالكتروني ضروري يكون شغال باش في حالة ما انسيتوا مثلا كلمة المروه يمكن لكم تسترجعوها ثم كتقوموا ادخال رقم الهاتف كتجاوبوا يعني على هذا رمز التحقق مثلا هنا اعطيكم 20 زائد 19 تساوي 39 هنا اولا في الباكالوريات اختارو المسلك يعني واش مسلك العلوم الانسانية او مسلك العلوم الحياة والارض او مسلك العلوم الفيزيائية او مسلك العلوم الزراعية الى اخره ثم كتقوموا بادخال سنة الحصول على شهادة الباكالوريات كتختارو السنة ثم الشهر اضافة الى اليوم من بعدها تقوموا ادخال ميزة الباكالوريات يعني واش مستحسن او حسن او مقبول الى اخره كنتقلون هذا المرحلة هتختارو نوع الاجازة والشهادة الاجازة في المسالك الجامعية للتربية او شهادة الاجازة في المسالك الجامعية للتربية تخصص مهن التدريس او شهادة الاجازة او شهادة الاجازة في الدراسات الاساسية او شهادة الاجازة المهنية او ما يعادل احداها يعني كنختاروحنا مثلا الأخيرة يعني شهادات الإجازة في الدراسات الأساسية من بعد كتقوم بإدخال يعني إسم الجميع ثم كتقوم بإدخال تريح حصول على شهادة الإجازة يعني كتختاروه السنة ثم الشهر إضافة إلى اليوم وهنا في هذه المرحلة كتختارو نظام شهادات الإجازة واش النظام القديم أو النظام الجديد يعني نختاروه مثلا النظام الجديد قموا بالضغط هنا كتختاروا كذلك تخصص الشهادة يعني واش الفيزياء او المعلوميات او اللغة العربية او اللغة الفرنسية او القانون يعني الحساب التخصص شنو عندك في شهادة من بعد عطل منكم ادخال النقط لجميع السوداسيات من اس ا الى اس اس من اللي عطل من ادخال النقط لجميع السوداسيات من اس ا الى اس اس هتجي هاد المرحلة اخرى هنا طالبين منكم يعني اذا عندكم شهادة اخرى عطل من ادخال الشهادة بدك انت ما عندكم ش يعني شي شهادة اخرى هتخليها فرغة وهنا الناس اللي استفدو برنامج الحكومي في شأن مهنة التدريس هيعملوه نعم اللي ما استفدوش هيعملوه لا كذلك هل استفدتم من البرنامج الوطني لاستكمال تأهيل خمسة وعشرين الف اطار حاملي الاجازة يعني اذا كنت استفدتو هتعملوه كذلك نعم وهناك يقول لكم واش عندكم شي تجربة في مجال التدريس تعليم الخصوصي او التربية غير النظامية او محاربة الامية الى اخرى بدك ان يعني ما عندكم شي تجربة في هذا المجال عتخليها فارغة وهناك تختاروه اولا السيك المطلوب واش التعليم الابتدائي او التعليم الثانوي نختاروه التعليم الابتدائي مثلا ثم التخصص المطلوب واش مزدوج او الامازيغية نختاروه كذلك مزدوج وهناك تختاروه تخصص اخر للتدريس ترغب فيه مثلا كتختاروه شي تخصص اخر تربية الاسلامية او اللغة العربية او التربية البدنية مثلا نختار تربية بدنية وهناك تختار الأكاديمية المطلوبة واشطنجة طوال الحسيمة الدر بيضاستات نختار احنا الرباط سلاء القنيطرة ثم المديرية الإقليمية المطلوبة واش إقليم الخميسات أو إقليم صديقات ثم نختار مثلا إقليم القنيطرة وهناك في آخر مرحلة كيقول لك وإذا لم تتم الاستجابة لطلبي في التعيين بالمديرية الإقليمية التي رغبت فيها وتم إدراج اسمي ضمن لائحة الانتظار فإنني لا أرى أي مانع من تعييني بإحدى المديريات الإقليمية الواقعة داخل المجال الترابي للأكاديمية يعني نعملو نعم أو لنعملو نعم من اللي كتقوم بإدخال جميع هذه المعلومات كتقوم بالضغط في حفظ يعني عن قوم بالضغط في حفظ ننتظر قليلا من اللي قمنا بالضغط في حفظ يعني دارت لنا هذه الصفحة تم حفظ طالبكم بنجاح وعطي لكم واحد الرقم السري وهذاك الرقم السري داروا رحتفظوا به باش تعودوا الدخل به من جديد كما قلت تعودوا الدخل مرة أخرى برقم بطاقة الوطنية وهذه كلمة المرور اللي توصلتوا بها باش تصدقوا على الطالب إذن كنت دخلوا مرة أخرى كنت قم بالضغط هنا في مسادقة بغيت مضح لكم واحد النقطة إذا عملت مسادقة رغم يمكنش يعني تصحوش خطأ لهذا تأكدوا من جميع المعلومات هذا عمله مسادقة وهنا عدار لك هل تؤكد المسادقة نعم أم لا إذا عمله نعم يعني من اللي كانت تأكدوا من جميع المعلومات كما هي عم قم بالضغط في نعم انتظر قليلا من تم ما عدار لكم تمت المسادقة بنجاح المرجو تحميل مرفقات الطلب يعني خسكم ضروري تقوموا بتحميل مرفقات الطلب لكن قبل ما تقوموا بتحميل مرفقات الطلب ضروري تقوموا بتحميل التوصيل إذا عم قموا بالضغط في الطلب باش نقوموا بتحميل التوصيل انتظر قليلا حتى يتم تحميل التوصيل بنجاح كما تلاحظون فالتوصيل تم تحميله بنجاح عم تقوموا يعني باستخراج هذا التوصيل وتكتبوا يعني التاريخ في الأسفل ثم امضاء المترشح ولكن هناك نكونوا ما زال ما نتهينا من عمليات التسجيل كيبقى خسكم تقوموا بتحميل مرفقات الطلب إن شاء الله في الفيديو المغول غادي نشرح لكم كيفاش تقوموا بتحميل هذه المرفقات على الشكل PDF ومن الهاتف فقط في الآخر كنتمنى هذا الفيديو اللي قدمت فيه طريقة التسجيل في مباراة التعليم هنا لإعجابيكم وما تنسوش تدعموني باشتراك وتقوموا بتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد وبالتوفيق